اتسعت خريطة انتشار فيروس كورونا لتشمل مناطق جديدة من العالم وسط تأكيد من منظمة الصحة العالمية بأنه لا يمكن إيقافه بشكل فوري وإنما يمكن العمل على منع انتشاره وكانت أحداث الدول المتضررة من هذا الفيروس نيوزيلاندا وليتوانيا وروسلبيضاء وجنوب إفريقيا وأذربيجا وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن فيروس كورونا بات منتشرا في 49 دولة حول العالم بعدد إصابات تجاوز 80 ألف من بينها نحو 4000 إصابة خارج الصين في حين اقترب مجمل الوفيات من 2900 حول العالم منظمة الصحة العالمية بدورها رفعت خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى أعلى مستوى بعد تأكيد ناجيريا تسجيل أول إصابة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وقال مدير عام المنظمة إن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة تبعث بالتأكيد على القلق وفي سياق الإجراءات الاحترازية قررت المملكة العربية السعودية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخالجي إلى مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي فيروس كورونا كما أعلنت البحرين حصرة ومتابعة المسافرين الذين أتوا من إيران ولم يتم اختبارهم فيما تم إغلاق المدارس في لبنان حتى الثامن من مارس القادم الكويت من جانبها أعلنت أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا ونصحت مواطنيها بعدم السفر خارج البلاد ترجمة نانسي قنقر